في البداية كده هنقول بسم الله الرحمن الرحيم ونشوف المقادير ايه معايا هنا كوبايتين من الدقيق هناخد منهم معلقة ونص من الدقيق تمام ونحطوهم كده على جنب وهقول لكم هنعمل بالمعلقة ونص دول ايه بعد شوية معايا كده ايه نص معلقة كبيرة من الخميرة الفورية وهقلب كده نقلبها في الدقيق كويس وبعد كده هجيب زرة من الملح هرشها برضو على الدقيق عشان توزين لي الطعم وهبدأ أقلب برضو الملح في الدقيق كده زي ما انتم شايفين هنبدأ بقى نعجن العجينة بتاعتنا بعد ما حطينا الخميرة والملح وقلبناهم كويس بالمية العادية يعني دي مية فترة تمام هنحط بقى المية شوية شوية عشان احنا مش عايزين العجينة تكون سايبة قوي ولا جمدة قوي بالتدريج بقى هنحط المية بالتدريج حبة صغيرين كده بحبة صغيرين زي ما انتم شايفين انا هنا زودت المقدار كل شوية بزود معلقتين مية بمعلقتين مية لحد ما ايه القوام بيبقى معاكي هيكون زي عجينة الكريب تقريبا لو انت عندك مضرب كهرابي ممكن تستخدمي بدل المضرب اليادوي زي ما تحمل مدة بقى التخمير دي اهم حاجة انا هنا دلوقتي بعمله بالليل وهغطي وهسيبه تاني يوم الصبحية تقريبا هيقعد 12 ساعة او 10 ساعات للتخمير الفترة دي حلوة جدا عشان يكون معاكي ناجح اجيب تقريبا كوبايتين من السكر يعني تقريبا انا حطت هنا نص كيس يعني نص كيلو من السكر هحط عليهم مية يدوبك المية هتغط السكر بمثلا واحد سنتي زي ما انتم شايفين هحطوا بقى ايه على النار طبعا انا حطيت السكر بالمية على النار مش هقلبه خالص لما السكر يدوب تماما هبدأ حط زرة صغيرة من ملح اللمون ومعلقتين زي ما انتم شايفين كده معلقتين من عزل الكولوكوز تمام واول ما يغلي كده شوية ويتقل القوام بيكون تقيل يعني السيرب او شربات المشبك بيكون قوامه تقيل اوي هطف عليه وهسيبه يبرد تماما انا بستخدم الشربات ده على المشبك وهو بارد تماما المشبك نفسه بيكون سخن والشربات بتاعه بيكون بارد السيرب معايا بعد ما برد تماما شوفوا قوامه حلوة اوي ازاي انا عاوز القوام ده الشربات او السيرب بتاع المشبك لازم يكون تقيل كده طبعا زي ما انا قلت ما بنحطش عليه اي نجاهات خلاص كده لو انت عايز تحط عليه نصatie معلقة من الموارد برحتك تعالوا بقى نشوفي العجينة كده بعد 12 ساعة تقريبا تقريبا 12 ساعة قوام العجينة مختلف تماما زي ما انتم شايفين ده وهو ده القوام المطلوب هجيب بقى المعلقة ونص من دي اللي احنا كنا اخدناه من المقدار وحطهم تاني كده على العجينة بتاعتنا وهبدأ إني أضربهم في بعض تاني هبدأ إني أضربهم كويس جدا في بعض المعلقة ونص من الدقيق بنخليهم في الآخر بنعمل تنشيط من أول وجديد للخميرة بتبقى حلوة جدا الطريقة دي مع التسوية هي دي طريقة المصنع اللي بيصنع المشبك طبعا هنجيب كيس وهنجيب المقدار ونحطه فيه زي ما انتم شايفين هنحط الكيس في عبوة طبعا أنا جايب بكسين فوق بعض أمان يعني عشان لو كيس تقطع ولا حاجة يبقى فيه أمان ممكن تجيبي إزازة مية وتعمالي تقب في الغطا ممكن تجيبي إزازة كاتشاب أي زجاجة للكاتشاب برضو كله يعني التلات طرق كويسين ونتاجتهم كويسة شوف الطريقة الأسهل لك إيه واستخدميها التخمير يا جماعة الطريقة دي أو طريقة التخمير دي نفس طريقة محلات اللي بتصنع المشابك طحفة خطيرة والله بسم الله ما شاء الله كأن الجايبه جاهز بالظبط هنشيل بقى الكيس كده زي ما انتم شايفين وهنربطه من فوق وبعد كده لما نيجي بقى نفتح فيه تقب كده هنفتح طبعا هتربطي كويس هتفتح تقب صغير جدا لان انت اول ما بنزل الخليط ده في الزيت الخليط بينتفخ هتفتح تقب صغير جدا طبعا هنجيب مقدار من الزيت مش لازم يكون زيت كتير يعني مش لازم يكون زيت غزير وهنجيب طاصة صغيرة أو حلة صغيرة المتوفر عندك على حسب حجم القرص اللي انت هتعمليه وهنبدأ كده نحط زي ما انتم شفتوا كده طبعا الزيت هيكون صغن لكن قبل ما نحط العجينة فيه هنهدي النار تماما لان المشبك هيستوي على نار هادية زي ما انا قلت النار هتبقى منخفضة جدا هادية خالص تمام كده وهنبدأ اننا ايه نلفه كده شوية اول ما تحس ان هو نشف معاك اللي بالجهة التانية احنا مش هنديه اي لون يعني ولا هننتظر ان هو يصفر او يحمر او حاجة بيطلع نفس درجة اللون دي تمام اول ما تلاقيه نشف معاك من تحت تقليبي الجهة التانية عشان يستوي اول ما المشبك يستوي معانا بقوم راح ايه واخدام طلعه من الزيت وحطاه فيه الشربات على طول مباشرة يعني المشبك هيكون سخن والشربات او السيرب بتاعنا هيكون بارد تماما زي ما انتم شايفين المشبك طالع بنفس اللون هو اللونه بيصفر شوية لما بيشرب عسل بيصفر خطير ومقرمش جدا وجميل نشوف مع بعض كده كمان واحدة طبعا الشكل ده ببقى شكل عشوائي ايه تعمالي اي شكل كده هيطلع معاك حلو قوي شوفوا الشفافية بتاعت المشبك خطيرة شفافة جدا النار زي ما انتم شايفين النار هادية اول ما يستوي من الجهة التحتانية هتقليبي للجهة التانية زي ما انتم شايفين الشفافية بتاعت المشبك خطيرة ده عشان التخمير كان كويس اول ما يستوي على طول هتقليبيه واتطلعي على طول طبعا شوفوا اول ما استوي معايا شوفوا جميل جدا وناشف هتجيبيه برضو تحطيه في السيرب وهو سخن على طول مباشرة على طول وبعد كده ايه اتغطسيه كده في الشربات وبعد كده بتطلعيه معاك يكون جاهز وحلو طبعا هنخلص كل بقى الكمية بنفس الطريقة هتصبيه وتسويه على نار هادية وبعد كده بتحطيه في السيرب على طول وتكملي نفس الطريقة كده خطيرة ولما تحب تغلي فيه لازم تغلي فيه بعد ما يبرد تماما انا هنا خلصت الكمية كلها انا عندي كبايتين الدقيق عملوا معايا 14 قرص من الحجم اللي انتوا شايفينه يعني كمية كبيرة ما شاء الله يعني من كبايتين بس من الدقيق طبعا طالع معايا ناجح جدا اهم حاجة تشوفي الخطوات بالزات خطوة التخمير تاني حاجة ان الصيرة بيكون معاك تقيل وحلوة كده هيطلع معاك مقرمش واخر جمال بسم الله ما شاء الله لو انت عايزة تقللي من حجم القرص هاتي طاصة صغيرة او ممكن حل اصغر او ممكن تجيبي قطاعة صغيرة تحطيها جوة طاصة وتستعمليها برضو هتكلم دلوقتي في نقطة لو انت عاوزة تعملي مشروع او لو اي حد عاوز يعمل مشروع من المشبك المشروع ناجح جدا باذن الله ومش هيكون في خسائر يعني باقل من 100 جنيه ممكن تعملي مشروع المشبك ده لكن قبل ما تعملي كمية كبيرة هتستعملي مثلا تجيبي نص كيلو من الدقيق وتعمليهم وايه وتجربي كده وتشوفي النتيجة تطلع معاك ايه بعد كده ابدأي ب2 كيلو دقيق تنفيزيه وبعد كده تغلي فيه طريقة التغليف بعد ما المشبك يبرد تماما يعني بعد ما تعمليه ويبرد بعد ساعة او اتنين تمام تغلي فيه خلاص وبعد كده تبدأي توزينيه كل نص كيلو لوحدهم طبعا هتغلي فيه كل قرص لوحده عشان طبعا الممكن تبيعيه للمحلات بالقرص ممكن تبيعيه بالقرص القرص مثلا ب2 جنيه او ب3 جنيه بتباع او ممكن تبيعيه بالكيلو بس اهم حاجة التغليف على طول بعد ما يبرد يعني بعد ساعتين تقريبا هيبرد ويكون حلو قوي يا ربي في النهاية يكون الفيديو عجبكم تكونوا استفدتم منه بإذن الله لو فيه اي سؤال اكتبيلي في الكومنت وانا ان شاء الله هجاوب عليه ولو انت مهتمية بالخياطة والكروشي واعادة التدوير اشتركي في قناة التانية انا هسيب لكم لينك بتاعها في صندوق الوصف بإذن الله في الختام حبايبي بقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وانتظروني في فيديو جديد ان شاء الله